اهلا بحراركم مرة تانية اكيدا عندنا تفاصيل كتيرة جدا في ترند النادي الاهلي ومحتاجين ان احنا نعلق عليها وحنبتدي بالحساب الرسمي رابطة الاندية المحترفة واللي بيعلنوا بشكل رسمي فوز نجم النادي الاهلي علي معلول بجيزة لعب الجولة وبصراحة هنا لازم نقف شوية بقى جماعة عشان الكلام كتر كتير جدا جدا بخصوص الجيزة دي اتلاعب 8 جولات في بصورة الدور تمام؟ 7 من 8 جولات فاس فيهم لعب من النادي الاهلي بلاعب الجولة فالناس هتوقع تقولك اصلي فيه لجان واللجان هي اللي بتعمل تصويت واللجان هي اللي بتنجح لعب النادي الاهلي الكلام ده طبعا مش حقيقي ده كلام مجرد ان انت تطلع مبرر ليه لعب بتاعك ما بياخدش لعب الجولة فالموضوع مالوش علاقة باللجان تمام؟ هو موضوع ليه علاقة بحجم الشعبية بحجم الشعبية هل حد رغم ان فيه ناس بتشكك في شعبية النادي الاهلي وأنا معرفش إزاي بقاني منطقة وبقاني عقل بصراحة لكن الطبيعي الناس الطبيعية جدا جدا اللي مدركة إن هي بتتكلم على اسم النادي الأهلي وجمارية النادي الأهلي العظيمة تعرف إن شعبية النادي الأهلي لازم حتنتصر لأنه هو النادي الأكثر الشعبية في مصر في أفريقيا في الوطن العربي حد يختلف على كده طبعا لا وفي ده لا العديدة تمام هي اللي بتقول لنا الكلام ده أبرزها الأمور اللي زي دي رغم إنه قيمة الجائزة ممكن ما تكونش كبيرة بالمناسبة لكن عشان تبقى عارف كويس جدا إن كل دوريات العالم بتلجأ للتصويت بتاع الجماهير في حسم مثل هذه الجوائز عشان أحدش برضه لأن أنا عارف ودي معلومة عندي إن في ناس بتحاول إن هي تعدل في سياسة التصويت على الجائزة لو أنت مثلا هي تقول لك خلاص نخلي مثلا مش عارف نسبة كم من الجائزة بنسبة كم في المية يبقى جمهور بنسبة مش عارف كم في المية لعبة قدامة بنسبة مش عارف كم نقاط صحفي هو رابطة الأندية عملت سياسة للتصويت على الجائزة من أول الموسم لو تعدلت تتبقى حاجة غريبة جدا بصراحة فأنا عشان تبقى أنت متطمن يعني الموضوع خلصان ومحسوم أي أي تصويت فيه وده مش تقليل من أي حد يا جماعة والله خالص يا كل الاحترام للجميع لكن هو ده النادي الأهلي وهي دي شعبية النادي الأهلي أي تصويت أو استفتاء أو أي حاجة تتعلق بلاعب أو أي حد بينتمي للنادي الأهلي تمام؟ أكيد جمهور الأهلي حيقف جنبه سواء هو استحق أو لم يستحق فهو ده جمهور النادي الأهلي وهي دي كمية النادي الأهلي وجماهير فعلي معلول هو نجم الجولة يستحق أو لا؟ يستحق طبعا ده عمل أسست الطحف في مطش فاركو الأحمد عبدالقادر الهدف الأول مستيطرة أعا بيقدم علي معلول واحد أكتر يعني لاعب عمل أسستات في تاريخ النادي الأهلي هل ده بيقلل من المنافسين الذين كانوا معاه؟ لا بس بيثبت لك حاجة كل يوم أنت بتتأكد منها أن شعبية الأهلي طغيرة شعبية الأهلي طغيرة علي معلول فاس بنسبة كم في المية؟ نسبة تتخطى التسعين في المية تمام؟ بعدين جي في المركز الثاني زيزو أعتقد يا جماعة بنسبة تسعة في المية وشوية في المركز الثالث مصطفى فتحي بنسبة أقل من نصف في المية فده ده اللي يدل على إيه؟ على قيمة جمهور النادي الأهلي بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة فأي جولة جاية حيكون فيها لعب من نادي الأهلي اعتبره كسب من غير ما تفكر كتير اعتبره كسب الحل الوحيد أن يكون فيه لعيب واحد أو يبقى فيه ثلاث لعيبة من نادي واحد عشان تضمن أن النادي يبقى أنه هو اللي يكسب وتخرج لعب من النادي الأهلي أو تخرج أي لعب من أي نادي تاني أعتقد أنتوا فاهمينه أصدقا فدي القصة كلها أنا أحس فيه غاغة كده وفيه دوش حوالينا الموضوع ده مش عارف ليه الموضوع أبسط من بساطة يعني خلينا نروح لي قصة تانية ويلا كورة وبيتكلموا على بداء الأكرم توفيق بعد السبط هو خلاص أنه أكد أنه أكرم توفيق خارج قائمة النادي الأهلي في كاس العالم الأندية برضو في انتظار اللي ممكن عفواً واعذروني برضو في بداية الحلقة لما كنت بتكلم في الموضوع ده الواحد كان بان عليه الحزن يعني متدايق بصراحة من انبارح متنكد لأن أكرم توفيق هو أنت مش تكلم على لعيب عادي على وجهة نظري ده مش لعيب عادي ده لعيب مؤثر جدا بالنسبة لك بس هي دي كرة القدم وإحنا لازم نقبل كده واللعب نفسه يعني قرينا حتى اللي كتبه على الستور يعني أنا عجبني أوي ثباته بس طبعا بما أن الواحد نفسه يشوف الفرقة كاملة في بطولة كبيرة زي كاس عالم وهو حظه بالتحديد سيء يعني قبل كاس العالم اللي فات هو كده كده كان مع المنتخب وفي نفس الوقت جايه صليبي فمشيكش في كاس العالم كاس العالم اللي جاي ده مش هيشارك فيه فحظه سيء جدا فالواحد معلش تعذروني في أول حلقة كنت متأثر والله غزبا عني شوية يعني لكن في كل الأحوال إحنا لازم نفكر فيه ما بعد إصابة أكرم توفيق مش إحنا كمان بنفكر يا جماهير لا أكيد فيه جهاز فني عارف هيتعامل إزاي مع الوضع ده وفي نفس الوقت إحنا عندنا عدد من العناصر اللي موجودة وعناصر مميزة وخلي بالك بقى خلي بالك لأن الجزئية دي غاية في الأهمية سواء في لعب أنت تقتنع بيه أو أنت تقتنعش بيه ولك كل الحق في رأيك وكل التأدير وعلى الاحترام لرأيك لكن أنت لازم تسنده أنت لازم تسنده لأن ده اللاعب اللي موجود في قيمتك أي أنك أنا مش بتكلم على حد بعينه بس ده اللاعب اللي موجود في قيمتك وانت محتاج له وطبعه هو موجود في القيمة إذن هو عنده إمكانيات كويسة سواء هو بعيد بقى على مستوى مش بعيد على مستوى بس أنا اللي رجع له الإمكانيات بتاعته دي أنا اللي فوقه كجمهور النادي الأهل أنا اللي رجع له ثقته في نفسه ودي مهمة جدا جدا وده دور جمهور النادي الأهل اللي احنا متعودين عليه فأكيد تبقى طبعا للخبر وتبقى للطبيعة والمنطقة يعني والبديهي ان انت بعد إصابة أكرم العنصر الاساسي بالنسبة لك في ناحية الزهير الأيمن فهتفكر في بداء العديد ايه البداء الموجودة واللي كتبوهم او اللي كتبتو او اللي كتبوا موقع أعلى كرة زي ما احنا عارفين موجود محمد هاني لعب عنده خبرات لعب شارك في كاس العالم أكتر من مرة بل كمان لما بيشارك في كاس العالم بيقدي مستوىات مميزة فكل المسندة لمحمد هاني كل المسندة لمحمد هاني اتمنى له يا رب كل التوفيق لو ده اختيار كولر ان هو يلعب ده عندنا مدير فني هو اللي بيقايم هو اللي بيختار اللعبة هو المسؤول عن كل شيء فكل الثقة والدعم والمسندة لمحمد هاني امر مفروغ منه امر مفروغ منه لو هو اللي حيلعب البديل التاني او مين اللي ممكن يلعب في المركز ده هو كريم فؤاد هو لعب كفء جدا جدا بس انت كريم لما هترجعه وراء هتخسره في الحتة اللي اكتشفه فيها مين كولر اللاعب الثالث هتيجي مين هتتكلم على حسين الشحات انا عاجبني حسين الشحات في الفترة اللي لعب فيها والدقائق اللي خده في المطشاط اللي فاتت مؤثر بيحرز اهداف بيصنع لعب مهم جدا وابتدى يستعيد جزء جبير جدا من مستوى اصلا مع مصر مقصة لو تفتكروا نسخة حسين الشحات مع مصر مقصة هو كان بيلعب باكرايت وكان ممتاز جدا جدا فبيجي دي اللاعب في المكان ده اللاعب اللي ممكن يكون مفاجأة في مركز الظاهير الايمن هو عمار حمدي عائد من إصابة الروباط الصليبي بيدخل تدريجيا هو خلاص بيتشارك في تدريبات بشكل جماعي فقراتها الكاملة تدريبات الجماعية يعني الامور كويسة ولعب المباراة اللي وديه اول امبارح اللي كانت ما بين الفريق الاول وما بين احدى فرق الناشئين في النادي وقدى بشكل كويس هي حتة النفس بس اللي حتيجي مع التدريبات والمباراة لكن فيما عادة ذلك هو اللاعب جاهز طبيا وفنيا وبدنيا وكل حاجة فنتمنى له التوفيق من الورد انك تستخدم جوكر زي عمار حمدي في المركز ده مين اللي يحدد حاجة زي كده المدير الفني مين اللي يساند اي قرار جمهور النادي الاهل فان شاء الله بإذن الله كل التوفيق لا اي حد يعوض اكرم توفيق في فترة غيابه وبتحديد فيه التحديات المهمة جدا المجملة طيب خلينا نروح لخبر اخر واكيد الحديث دائم على اكرم توفيق هو حديث الساعة من بعد اصابته بالامس في مراه النادي الاهلي اليوم نسواح سواح على تويتر اكرم توفيق على رأس اربع غيابات مؤسرة في صفوف الاهلي امام سموحة واحنا عارفين الغيابات اللي عندنا عندك بيرسي تاو اكرم توفيق طبعا طاهر محمد طاهر وعمار حمدي لكن بتستعيد لعيب مهم جدا في خطة كولر هو مين محمد عبد المنعم بعد اقافه في المباراة اللي فاتت بسبب تراكم التقاطر الصفراء فموجود مع النادي الاهلي في مباراة سموحة وعودته اكيد اضافة قوية جدا جدا بالنسبة للنادي الاهلي طيب خلينا نروح لخبر اخر وخبر بيتعلق بالوطن سبورت واحسابه على فيسبوك اعتقد اه واحسابه على تويتر امامي التوفيق ينهي مهمة تجديد عقود تلات لعبين في النادي الاهلي وهنا بيتكلمه على تجديد كل من مين بقى على تجديد كل من ياسر ابراهيم محمود متولي حسين الشحات اه هي مسألة وقت مش اكتر يا جماعة مش هقدر اعلق اكتر من كده على الجزئير زي دي ننتظر برضو الامور والاعلان الرسمي من كبل النادي الاهلي عايزين فاصل؟ طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا